المفروض أنه إذا حدا شاعر بخطأ جوهري ارتكب برهان غليون لازم انقال يعني السؤال ما بيطرح على برهان غليون بيطرح على الناس اللي بدهم يحكوا عن الخطأ ماهو الخطأ ما في شك أنه يعني ما في إنسان ما بيرتكب أخطاء هل الأخطاء هو أنه مثلا عملنا المجلس الوطني هل الأخطاء أنه ما عرفنا ممكن يعني أنا ماني أولا أنا ماني يعني سياسي محنك جاي من أحزاب تاريخية إلى آخره أنا زلمي مثقف رميت نفسي مع السورة وحاولت أنه إجمع القوى المعارضة ويمكن ما فهمت القوى المعارضة إلى أي حد هي غير قادرة على أنه تجتمع أو أنه تحسن تنسق جهودها بجوز أنا كان عندي عجز عن يعني التواصل والتفاعل معها لا حتى أحسن إجمعها ولا حتى أحسن واحدة بس يعني هل ارتكبت خطأ أنه مثلا مثل ما قيل أنه كان كمثقف ما كان لازم تدخل بهالمعمعا ولا إلى آخرين ما أكيد أنا بعتقد أنه هذا كان خطأ هل كان خطأ أنه حاول أن نوحد الجميع أنا باعتقد أنه ما كان خطأ يعني إسلاميين وعلمانيين أنا برأيي كان لازم يتوحدوا جميع ولا اليوم كان لازم يتوحدوا جميع يعني هي مش أمور شخصية لازم نناقش الخط السياسي شو اللي كان خطأ بالخط السياسي اللي بيعتمد على توحيد القوى ومحاولة الدفع إلى أنه تعمل على أجندة وحدي وفشلت أنه تتوحدوا وكل واحد راح تشتغل على أجندة وقنا لهم معناته أنتوا ما بتكون تشتغلوا لصالح السورة يعني صعب كتير أنه واحد يلاقي أنه في خطأ بالخط السياسي هل كان خطأ الخط السياسي أنه ما كتير تراهنوا على تدخل دولي يعني اللي أنا يعني انتقت فيه خليها تكون واضحة أنه أنا مشيت مع جبت الأخوان المسلمين لهذا لا الأخوان المسلمين كانوا جزء من أعلان دمشق وكانوا جزء من التيار من ربيع دمشق كانوا موجودين ضمن الحراك الديمقراطي قبل السورة وبالسورة هني جزء من هالحراك وهني كان المفروض يكون قدامهم طرفين في طرف الهيئة قلنا ما عجوه هل كان خطأ أنه نقول لا كتير تراهنوا على تدخل دولي وهذا كان موقفي ولا تضغط كتير باتجاه التدخل دولي لأنه ما في تدخل دولي حاولوا تعتمدوا على نعتمد على أنفسنا ونعتمد على قوانا الزاتية كمان بأعتقد أنه هذا ما كان خطأ هل خيار أنه أنه توحيد القوى العسكرية أنه المشكلة ما عاد نحسن نوقف ضمن ضد العسكرة لأنه العسكرة كانت رد فعل على حرب إبادي يعني إلا إذا قلنا للناس ما عليش خليكم تموتوا ببلاش بس هل كان خطأ أقول أنه مش مهم العسكرة المهم أنه نضبط السلاح وأنه نوضع القوات والفصائل تحت قيادة وحدي واشتغلت عدة اجتماعات مشان إجمع الضباط ورحت لمعسكرات الضباط مشان إجمعهم مع الفصائل ونصيروا قوة وحدي وينظموا الفصائل ضمن قيادة عسكرية خاض على قيادة سياسية ما بأعتقد أنه هذا كان خطأ لليوم يعني ما بأعتقد أنه هذا كان خطأ هل كان خطأ أنه نحاول أنه ناخد يعني نوسع دائرة نفوذ التمثيل المجلس الوطني دائرة نفوذه عند القوى الغربية وعند القوى الروسيا وغيرها والدول العربية وناخد مقعد الجامعة العربية وبعدين نحاول أنه نعمل تجمع أصدقاء سوريا مشان نوسع دائرة نفوذنا على المستوى المجتمع الدولي بالأمم المتحدة وناخد قرارات يعني بتصور أنه ما أنا شايف لازم تقولولي اليوم هاي مناسبة لأنه تقولولي وين أنتوا بتعتقدوا أنه برهان غليون كشخص أخطأ أنه الخطأ هو مش شخصي أنا ما أنا لعبقري ولا يعني وحش سياسي هل المواقف السياسية اللي أنا تبنيتها بالمجلس أول شي بتشكيل المجلس وانخراطة بعملية التشكيل وبعدين تحديد خط وأجندة العمل السياسي للثورة وللمجلس الوطني شو الملاحظات هون لازم تنصب الملاحظات وهذا الجوهر الموضوع اللي لازم يناقش شو الأخطاء السياسية اللي ارتكبناها لأنه أنا يمكن نرفز مكان لازم نرفز هون ولا ما عرفت اتعامل مع شخص هون ولا مع هون يعني هاي ما هي هاي القصة بالسياسي هي شو الخيارات الرئيسية الاستراتيجية اللي اتبعتناها خلال الفترة الأولى من المجلس الوطني وهل كانت صحيحة ولا ما صحيحة ممكن كانت صحيحة بس ما نجحت ما نجحت لأنه كمان نحن ما نعم نشتغل لحالنا في قوى أمامنا وأنا ما عم بشتغل لحال بالمجلس المجلس هو مش فرد المجلس هو مجموعة قوى عم تتفاعل وتتقاتل وتتنازع على تحديد الخط أنا كانت الضغوط أنه لازم نطلب تدخل عسكري والناتو إلى آخرهم في أطراف كان بدها وهي بالنهاية يعني فضيحة لأنه ما حدا بيطلب تدخل ببلد وبيطلب حماية المدنيين ضمن المساق الدولي بس ما بيطلب تدخل يعني ما لموجود وخاصة أنه كانت يعني كانت بصراحة تقول ما في تدخل عسكري ونفس الشي ما بحسن أقول أنا للشباب اللي عم يقتلوا مثل العصافير أنه ما لازم تحملوا السلاح بس بحسن أقول لهم ما لازم السلاح يكون فوضوي ولازم نخضع السلاح لقيادة عسكرية ولا يكون عندنا خطط يكون عندنا استراتيجية موحدة إلى آخرين فأنا بالعكس يعني مفيد كتير هون موضوع النقاش هذا مفيد وهون الكتاب اللي شو هدف الكتاب كان عنه يشرح هالستراتيجية اللي أنا الخط اللي حاولت أنه بلور ودافع عنه وهو الدفاع كان عنه الخط واللي يبين اليوم أنه يعني أنا بالنسبة إلي يبين أنه ما كان في خيارات غير هيك يعني كان في خيارات ما كان في خيارات تدخل عسكري حتى لو أتلنا حالنا ما كانوا حيدخلوا عسكريا وهذا اللي كان أكبر انتقاد ضدي أنه ما طلبت أنت رسميا تدخل عسكري وبنفس الشي فكرة الفوضى السلاح دبحتنا لليوم هي مشكلتنا اللي كنا جبنا جبنا كل الضباط الكبار الألوي اللي انشقوا وروحنا جب طلبنا اجتماعات مع الفصائل وحاولنا عدة مرات وفشلنا يعني هل هذا كان خط غلط ما بعتقد أنه خط غلط هل كان الحفاظ على استقلال السورة واستقلال موقفنا تجاه الخلافات العربية والخلافات الدولية كان خطأ ما بعتقد أنه كان خطأ هلأ هذا مفيد نناقش فيه مشان نعرف أنه إذا وين شو السبب اللي ما خلانا ننجح نحقق نتائج يعني احنا أنا برأي اللي قاله استاذ وائل بالبداية صحيح أنا بعتقد أنه مجرد ما آمت السورة هو انتصار لأنه هدف النظم هي تمنع خروج الناس ضده لأنه بس نخرجوا الناس ضده بالشكل اللي خرجوا يعني بسورة معناته نهار النظام معناته النظام ما عنده شرعية معناته هو صار موجود بالعنف وبالقوة فقط وما عنده مستقبل وانتهى أنا بعتقد أنه كل الأحزاب والقوة السياسية اللي عاشت يعني قبل السورة اللي كانت قبل السورة وشاركت بشكل أو بآخر بالسورة وفشلت أنه تحسن تنظم شؤونه وتعمل جبهة موحدة مشان تقود السورة كلها سقطت مع العصر الماضي وما عنده إلى إيمي كبيري وما عنده تنسل شيء ولا يمكن المراهنة عليها المراهنة اليوم على الشيء اللي السورة أنتجته من جديد يعني على الشباب على الجيل الجديد على التفكير الجديد على الرؤية الجديدة على التشكيلات الجديدة اللي عم تظهر وطلعت يعني اليوم اليوم في أكتر من 200 حزب ومؤسسة طبعا ما كلها حتستمر وعم يطلع مراكز بحث وعم يطلع منصات وعم يطلع هاي شيء اللي عم نشوفه اليوم لا يقارن يعني أكبر بكتير مما كان موجود بسوريا من أحزاب معارضة كان أحزاب المعارضة عبارة عن شخصيات كل واحدة بتجمع حولها عدة أشخاص وبيجتمعوا بالسر والقسم الأكبر من الأحزاب اللي كان عندهم إرادي أكبر كانوا بالسجون يعني الشباب اللي ناضلوا بالفعل قبل السورة اللي مضى 15 و20 و18 و10 سنين تعرفوا هالشي بسجون من الشباب فما كان ما ورثة سوريا قبل السورة أي مؤسسة حزبية أو إلى معنى يعني مؤسسة معارضة طبعا في حزب البعث اللي هو جزء من أداة السلطة ما له علاقة من الأحزاب السياسي بالمعنى اللي عم نحكيه لذلك أنا بعتقد أنه ما بدنا الراهن عن النخب الأديمي وما بدنا الراهن على الأحزاب الأديمي بدنا الراهن على الشيء اللي السورة أنتجتوا واللي حتنتجوا واللي أنتوا حتشاركوا بيتكوينوا بيتشكيلوا وأنا رأيي أنه ما تفكروا أنه يعني إذا بنا نضل الراهن ما علش أنا بسمح لنفسي بأحكي يا هاي الكلمة على حسن عبد العظيم وعلى برهان غليون وعلى رياض الترك وإلى آخره يعني ما يكون عم الراهن على الماضي بدنا الراهن على الشباب اللي أنتجتوا السورة واللي عم يشتغلوا اليوم أهم بكتير بتفكيرهم بتوجههم وبقدراتهم وبتفاعلهم وبمنصاتهم مثل ما أنتوا عم تعملوا هلأ أكتر بكتير مما كان بيحلم في معارضين سياسيين بسوريا قبل السورة نحن في عصر جديد لا تنطلقوا من الماضي تنطلقوا من السورة كلحظة تأسيسية لسوريا المستقبل بما في مؤسسات الحزبية والسياسية وإلى آخره هذا اللي بدي أقول لكم ما تقولوا أنه شو بدي يطلع من هدوليك ما حي يطلع شي هدوليك بدهم يعني إذا كان عندهم رؤية بسلموا الرأي يعني بمهدوا الطريق مشان أنتوا تستلموا يعني جيل الثلاثين والأربعين والخمسين اللي عاش السورة وعاش السياسي اليوم في سياسي لأنه اليوم عم نحكي عم نتحاور تعرفوا أنه هذا ما كان يحسنوا يتحاوروا ثلاثي بسوريا مع بعض يعني ويناقشوا أي قضية لأنه السجون كانت جاهزة وكثير يعني دخلوها لذلك أنا بأعتقد ما تقيسوا المستقبل على الماضي المستقبل مفتوح لتشكيل أحزاب وقوة وأفكار ورؤى وخطوط ما لا علاقة إطلاقنا بالأجيال الأديمي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة